هذا وتستعد جمهورية مصر العربية لاستقبال جلالة الملك المفدة تقديرا لمكانة جلالة الكبيرة لدى المصريين تفاصيل أكثر عن أجواء استقبال عاهل البلاد المفدة في تقرير مراسلنا من القاهرة شكر عبد الحميد تستقبل مصر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة في وطنه الثاني ضيفا عزيزا عليها وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيجري معه محادثات تشكل نقلة نوعية جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين نتمنى الخل لمطرة أيام من ديارة ملك البحرين أو أي من الملوك العرب نحن محتاجين الذين يرفع الاقتصاب بتاعنا والذين يقف جنبينا في محنتنا والله مملكة البحرين دلوقتي من دول الشقيقة لا نقدرش نقول حاجة أكثر من كده وقفت جنب مصر في صور التلاتين يونيا بعد صور التلاتين يونيا رئيس ملك البحرين جي مصر وجي في فتاحة قناة السويس ودي حاجة تشرف لأن دول الشقيقة الدول العربية وإحنا وقفين جنبها وهي وقفة جنبنا أهلا وسهلا بملك البحرين في بلده وده تفعيل المنظومة الاقتصادية وتفعيل منظومة الدفاع العربي زي ما احنا عارفينه زي ما الناس كلها عارفا أنه في حاجة اسم مرفع عرب مشترك وأهلا وسهلا بهم ومصر بلدهم يحل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مصر وسط ترحيب وحفاوة مصرية بالغة من الشعب المصري الذي يكن له وللمملكة كل حب وتقدير لمواقف جلالته والمملكة تجاه مصر في مختلف الظروف تمثل زيارة العاهل البحريني إلى مصر حاليا أهمية خاصة لكل البلدين أولا للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ككل والتي تستدعي التشاور والتواصل المستمر بين دول المنطقة خاصة الدول الكبرى فيها والتي تحتل مكانة متميزة وتطلع عادة بأدوار مهمة تجاه التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة وتظل العلاقات والمواقف البحرينية تجاه مصر في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية مثلا يحتذا به نظرا لما تقوم به مملكة البحرين دائما من أجل دعم وتنمية واستقرار مصر ومن ثم أيضا ترى مصر الخير في استثمارات البحرين على أرضها مرحب بالأخوة في البحرين وهو جايب وفد مهم جدا أنا عايزة أتعرف على مجموعة كثيرة جدا لأننا نفتح مشروعات قومية سواء في محور قناة السويس سواء في المثلث الذهبي لسا سواء مصر كلها لسا فيها خير وده هو التكامل العربي المفروض يعني كنا نهتم به بين كل الدول العربية من زمان مصر قيادة وحكومة وشعبا ترحب بزيارة جلالة الملكة حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وذلك تدعيما للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتقديرا لمواقفه ومواقف المملكة الداعمة لمصر شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة